محمد صلاح يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لا لهدف أحرزه بل لزيارته لمستشفى أطفال في إنجلترا احتفالاً بالكريسماس مما أغضب كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الغضب السنوي الذي بات يلاحق اللاعب في كل موسم أعياد لاحتفاله بالكريسماس زاده هذا العام زيارة صلاح لأحد مستشفيات الأطفال في ليفر بول وسط ما يصفه البعض بصمته تجاه ما يحدث لأهال غزة ولأطفال غزة صلاح ذهب مع فريقه لمستشفى ألدر هي في ليفر بول حيث وزع مع زملائه هدايا عيد الميلاد على الأطفال المرضى والتقط صوراً معهم كما غنى لإحداهن بمناسبة عيد ميلادها زيارة مستشفى ألدر هي هي طقس سنوي لفريق ليفر بول لتحقيق أحلام الأطفال المرضى بلقاء نجومهم المفضلين في فريق ليفر بول وهنا نرى محمد صلاح أو مصلاح في زيارته العام الماضي مع أحد الطفلات أو أحد الأطفال لكن وقع الزيارة هذا العام كان مختلفاً كلياً لأنها تأدي كما ذكرنا بالتزامن مع الحرب في غزة فبينما انهالت التعليقات من بريطانيا على وسائل التواصل تشكر الفريق على لفتته الطيبة إلا أن هذه التعليقات في جهة أخرى من الكرة الأرضية وتحديداً في العالم العربي أظهرت تصاعد الغضب ضد صلاح وأثارت تساؤلات حول عدم قيامه بأمور مشابهة لدعم أطفال غزة كما قالت هذه التغيبات هذه بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي الإعلامي حافظ المرازي غرد على موقع إكس قائلاً زيارة محمد صلاح لمستشفى الأطفال البريطاني تقليد سنوي يحمد عليه لكن الانتقاد للعب المصري العالمي أنه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل ثمانية آلاف من أطفال غزة وعشرات الآلاف من المصابين بوابل القصف الإسرائيلي لكنه اكتفى بإبلاغنا عن طريق آخرين بتبرعه بمبلغ للهلال الأحمر المصري لتوصيلها للفلسطينيين بالطبع حمل رموز أعياد الكريسماس على الرأس مقبول في بريطانيا خلافاً لأي حطة أو كوفية فلسطينية فهل أدل الحرص أعناق الرجال؟ حساب باسم فلسطين يقول محمد صلاح طبيعي إنه يزور الأطفال لأنه فرد في مجموعة زي ليفر فول مطلوب منهم حاجة زي دي وما عملش حاجة غلط أنا ضد بيانه طريقته في دعمه لغزة بس النقدة عمال على بطال له بقيت أحس إنه منهج ومقصود بجد هذا الحساب طبعاً هو لبني آدم كما يسميه نفسه أما حساب وسام حساب فلسطين هذا حساب فلسطين محمد صلاح باع القضية وده مش تعبير مجازي هو فعلاً باعها تماماً وبقاش فارق معاه ردوده فعل العرب عليه هو اكتفى بحياته هناك ويتعايش على إنه منهم خلاص والدليل على كده إنه فعلاً عايش حياته دلوقتي عادي جداً وبينزل صور وكأنه ما فيش أي حاجة بتحصل في غزة وسام قال الراجل زار أطفال مرضى في مستشفى كما يفعل كل عام ولا ينبغي تحميله أي شخص ما لا يستطيعه فعله هو عمل اللي يقدر عليه حتى ولو بقلبه مش معقول أبداً كم المزايدات اللي على صلاح عمر قال صلاح ليس سياسياً أو حتى صاحب قرار يعمل ما بوسعه من وراء الكواليس سيبوه في حاله هو في دنيا تانية لها حساباتها حتى الآن عمل أكتر بكثير من كل منتقدينه رأيه معروف من أعماله ولو أفصح عمى في قلبه لن يفرق رأيه في السياسات العالمية كان غير أشطر هذه الانتقادات لصلاح ليست جديدة فمنذ بداية الحرب في غزة وإسرائيل التزم اللاعب المصري الدولي الصمت فتعرض الانتقادات وموجة من السخرية أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي كان ينتظر كثير من روادها أن يظهر صلاح تضامناً علنياً مع الفلسطينيين فهو فخر العرب كما تلقبه الجماهير وسفيرهم للعالم كما ينظر إليه البعض كما قرنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهير آخرين خسروا عقود رعاية أو تعرضوا لمضايقات بعد إعلانهم دعمهم لغزة ومن بينهم لعب أرسنال المصري محمد النني الذي عبر عن دعمه لغزة بتغيير صورة حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث نديه معه عن هذا الأثر الأوسع لإعلانه ذلك بعد شكوى أحد رعاة الفريق أيضاً ممن طالهم ذلك النقد رمما أو التوبيخ نجم منتخب فرنسا الحاصل على الكرة الذهبية كريم بن زيمة الذي كتب منشوراً داعماً لغزة فخرجت دعوات لسحب الجنسية الفرنسية منه وحينما زادت حدة هذه الانتقادات والمقارنات خرج صلاح بفيديو باللغة الإنجليزية طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة ووقف قتل الأبرياء قائلاً إن حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها لكن هذا الفيديو زاد من حدة الانتقادات على وسائل التواصل ضد مو صلاح إذ أخذ عليه البعض عدم تنديده علناً بما يقوم به الجانب الإسرائيلي على حساباته على مواقع التواصل والتي يتابعها نحو مائة مليون شخص حول العالم وفي أكتوبر تشرين أول الماضي أعلن هلال الأحمر المصري عن تبرع محمد صلاح لأهالي قطاع غزة دون الإعلان عن قيمة التبرع تلك